تنضم لنا من عمان مراسلة الغد داما الكردي داما صباح الخير في البداية طلعين على تفاصيل الأجواء صباح الخير محمود بالفعل بدأ الاجتماع العربي الأوروبي في مقر وزارة الخارجية الأردنية يضم وزير خارجية الأردن ومصر وفرنسا وممثلة الاتحاد الأوروبي وسينضم لهم وزير خارجية ألمانيا عبر الاتصال المرئي هذا الاجتماع على غاية كبيرة من الأهمية سواء من حيث التوقيت أو الموضوع الذي سيطرح والموضوع الرئيسي بالتأكيد هو القضية الفلسطينية حيث سبق هذا الاجتماع لقاء ثنائي أمس ما بين وزيري خارجية الأردن ومصر أكدا فيه على تطابق وجهتها النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مركزية القضية الفلسطينية أهمية التوصل إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس من جهة ثانية تتطابق وجهة النظر العربية الأوروبية في هذا الاجتماع حيال القضية الفلسطينية حيث سبق هذا الاجتماع اجتماعين أحدهما في ميونيخ في شباط الماضي واجتماع آخر عبر الاتصال المرئي منذ شهرين أكد فيه جميع الأطراف على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية وبأن الحل الشامل والعادل يكمن في العودة إلى الحوار ما بين الإسرائيلي والفلسطينيين ضمن مقررات الدولية وضمن الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية وأيضا حل الدولتين شكرا جزيلا مراسلة الغد من عمان دام الكردي شكرا لك